يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي أداء دوره المجتمعي في رعاية الفئة الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات المختلفة وتأتي أنشطة التحالف الوطني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع استراتيجية الدولة التلموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئة الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبئة على المواطنين التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي يواصل أداء دوره المجتمعي في رعاية الفئة الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات المختلفة فوسط أجواء احتفلية حضرها ممثل التحالف الوطني وعدد من المؤسسات الأهلية أطلق التحالف المرحلة الأولى من مبادرات 600 ألف باب رزق لأهل مركزي أطسا وأبشواي بمحافظة الفيوم وذلك بتسليم 17 كشك وتسعين مشروع تنموي للفئة الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة أنا عندي مشروع حدادة باب وشباك فمشروع بتاعي كان صغير ففيه ناس دلوني على جمعية الأرمان الناس مشكورا ففعل روح تقدمت على تنكين الاقتصادي مشروع صغير فروح تقدمت بالنسبة للمشروع بتاعي فحبت اللي أنا أكبره ففعلا الناس مشكورا وقفوا معايا وعطوني قرده والحمد لله المشروع إن شاء الله بإذن الله يكبر الحمد لله يعني أنا استلمت الكشك وفضل البداع والحمد لله يعني أنا بشكر ربنا وبشكركم جدا 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 إننا يعني بلاقي حد بساعدنا ويقف جنبنا ومشاكرين جدا برضو لمبادرة الرئيس يعني حياة كريمة ومشاكرين جدا لأي حد يقف يعني جنب الناس الغلابة أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وتماشيا مع تنصيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وذلك لتخفيف العبء عليهم وللحد من الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلية والتنموية في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين